اشتركوا في القناة لعقد هذه الندوة كما اشكر سيدنا الشيخ الحبيب علي الجفري حفظه الله تعالى ونفع به على حسن ضمنه في الفقير لعقد هذه الندوة طيب كما يعني دعونا ننطلق مباشرة الى موضوعنا او الى موضوع هذه الليلة والعنوان الرئيسي او العنوان الرئيس لهذا اللقاء هو روح العلم والحقيقة نحن سوف نتكلم او نستعرض باذن الله سبحانه وتعالى روح العلم عند علماء المسلمين عند علماء المسلمين قاطبة ولكن من خلال علماء الكلام يعني نتخذ من علماء الكلام نموذجا من خلاله نستعرض معالم الابداع والاصالة والابتكار في التراف الاسلامي بشكل عام لعلنا يعني لعل يعني يتضح او هو بالفعل واضح عند بعضكم دراية عامة او ربما يكون دراية خاصة عن علم الكلام وانه هو العلم المعني بالدفاع عن العقائد الدينية بالادلة العقلية فهذا العلم هو يستعمل ادوات العقل ويستعمل المنطق لاجل اثبات العقائد لدى الخصوم لا ان يثبت العقائد في نفسها وإلا فان علماء الكلام قد تلقوا العقائد عن السلف الصالح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وآل بيته رضي الله تعالى عنهم اجمعين ولكن هم ارادوا ان يثبتوا هذه العقائد لمن لا يعتقد فيها بادلة عقلية او للدفاع عن هذه العقائد المقررة ايضا بادلة عقلية طيب هذا هو فهرس الموضوعات التي ان شاء الله سبحانه وتعالى يصعفهم الوقت كي نتناولها في هذا اللقاء سنتناول القسم الاول او الجزء الاول نتكلم عن الامثال او التمثيلات او ان شئت قلت الاستعارات التشبيهية الشاهد انهم علماء الكلام لاجل جفاف علم الكلام او كونوا علم عقلي محض مجرد في بعض القضايا ينتبه شيء من الصعوبة شيء من الوعورة فارادوا ان يقربوا هذه الافكار الى الاذهان فقربوها بالمشابهة او المقاربة او بالتمثيل لالاشياء الحسية والمحسوسات كما سنرى سويا باذن الله سبحانه وتعالى المحور الثاني هو الكلام عن الاشكالات وكيف وظفوا الاشكالات علماء الكلام كيف وظفوا الاشكالات كمساحة لالابداع ولتطوير هذا العلم المسألة الثالثة الكلام عن او العنوان للمبحث الثالث كل رأي يخضع لآلة النقد كيف انهم ايضا جعلوا هذه ال آلة النقد كوسيلة لاستثمار المعرفة داخل المجال او داخل الفن المعلم الرابع انهم وضعوا شروطا لمخالفة الجمهور وهذا جانب الابداع فيه سوف يظهر باذن الله سبحانه وتعالى ان الاراء التي يحصل فيها نوع من انواع الاستقرار او يحصل فيها نوع من انواع لان الاغلبية او غالب العلماء قد اعتنقوا فكرا معينا او رأيا معينا كيف ان اعمالهم لهذه القاعدة وهو ان كل رأي يخضع لآلة النقد كان وسيلة لتوسيع نطاق البحث في الفن او في العلم المعلم الخامس لا يكتفى بمجرد نفي مذهب الخصم او يعني انك اذا كنت تحاور خصما من الخصوم في العقائد لا يكتفى بمجرد تقرير مذهبك ومناقضة مذهب الخصم او نفي مذهب الخصم ولكن اشترطوا شروطا معينة منها انه لابد ان يقيم المتكلم الحجة على ابطال مذهب الخصم وليس فقط او لا يكتفى فقط بمجرد اثبات مذهب اهل السنة المعلم السادس وهو انصاف الخصوم وسنتناول فيه نصا فريدا للامام الرازي والمعلم السابع هو البحث عن محل الخلاف وهذا او محل الخلاف هذا من الحقيقة من الاشياء البارزة عند علماء الكلام من اهل السنة والجماعة انه كثير من النزاعات او الخلافات العقدية او المتعلقة بالاراء الفكرية يكون سبب النزاع فيها ان كل جهة او كل طرف من اطراف النزاع انما يتناول الامر من جهة مختلفة فكانوا يفتتحوا المباحث بالكلام عن تحرير محل النزاع اما المسألة الثامنة هو اندماج التصوف والكلام وكيف ان العلماء المتأخرين دمجوا او عالجوا مسألة جفاف علم الكلام ومسألة كونوا انه علم مجرد اضافوا له منحا ذوقيا او منحا روحيا وسنتناول هذا باذن الله سبحانه وتعالى لعلي قبل ان نشرع في الاستعراض هذه المباحث ان الفت نظر حضراتكم الى ان هذه المحاضرة هي حقيقة عبارة عن مقتطفات من عدة دراسات اعمل عليها احد هذه الدراسات متعلقة بمسألة الامثال بشكل عام لا فقط في علم الكلام ولكن دور الامثال في تقريب المفاهيم في التراث الاسلامي والشخصية البارزة في هذا المجال هو الامام الغزالي كما سيتضح لحضراتكم بعض المباحث الاخرى فيها تركيز على الامام الامدي لانها متعلقة بمنهج الامام الامدي في البحث الكلامي لا اتكلم عن اراء الامام الامدي في الكلام ولكن نتكلم عن منهجه في بحث تلك الارة دعونا نبدأ بالامر الاول وهو استعمال الامثال وهنا نبدأ بعبارة جميلة الامام الغزالي له عبارات ستوفى تأتي معنا وكما ذكرت لكم سيتكرر اسمه معنا باذن الله سبحانه وتعالى فقال في كتابه مشكات الانوار نعم المعين المثالات الخيالية للمعارف العقلية يعني اذا اردت ان تبين معرفة عقلية للناس عليك ان تخلق لهم خيالا يعني imagination تخلق لهم خيالا يقرب لهم هذه المعرفة العقلية المحضة الذي هو امر معنوي محض لا مادة فيه ولا حس الامام البيضاوي فصل هذا المعنى بشكل اكبر الذي تكلم عنه الامام الغزالي فقال ان التمثيل انما يصار اليه لكشف المعنى الممثل له ورفع الحجاب عنه وابرازه في صورة المشاهد المحسوس ليساعد فيه الوهم العقلة يعني الوهم الذي هو القدرة على التخيل احيانا تستعمل كلمة الوهم بمعنى الخيال الوهم يساعد حينئذ العقل انك لما تكون تتكلم في شيء لا علاقة له بالحس او المادة انت كأن عقلك يشعر بي نوع من انواع الاعاقة يعني يحاول ان يصل الى المعلومة ولكن عن طريق الحس فالعلماء يذكروا ان الامثلة او المثالات الحسية تعالج هذه الافة في التفكير ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه يعني كأن فيه خصومة بين العقل او بين الذهن والمعنى المجرد المحض فيأتي المثال الحسي ليجمع بين العقل او الذهن والمعنى او الفكرة المجردة فان المعنى الصرفة انما يدركه العقل مع منازعة من الوهم يعني العقل يشوشه الخيال لان من طبعه الميل الى الحس وحب المحاكات يعني دائما لما تتعرض لفكرة جديدة خاصة لو فكرة عقلية محضة تحاول ان تقربها الى فكرة مستقرة عندك وانت نعلك لو حاولت ان تشرح اي قضية مجردة عن الامور المحسوسة او الامور المادية لأي شخص من الاشخاص ربما سألك سؤال يعني مثل ماذا فهو يقول فان المعنى الصرفة انما يدرك العقل مع منازعة من الوهم لان من طبعه الميل الى الحس وحب المحاكات ولذلك شاعت الامثال في الكتب الالهية وفشت في عبارات البلغاء واشارات الحكماء فاذا هذا هو اصلا في الاساس منهج قرآني الذي طبقه علماء الكلام وهذه يعني لفتة هنا استطرت فيها ان سمحتم لي ان الذين يعني شنعوا على علم الكلام من بعض الطيارات المعاصرة وقالوا ان كتب الكلام لا يوجد فيها نصوص دينية رغم ان هذا في الحقيقة هذا الاعتراض يعني غير وارد في الاساس لانهم صرحوا في ابتداء قالوا نحن نؤلف في الدفاع عن العقائد بادلة عقلية فانت لما تأتي وتقول له لماذا لا يوجد نصوص لان ابتداء قلت لك اني سأتي بادلة عقلية ولكن الشاهد انهم اعملوا المنهج القرآني في تقريب هذه الادلة الى العقول بالمناسبة هذه بعض الدراسات الغربية المتعلقة بقضية الامثال لا اتكلم عن الامثال في التراث ولا اتكلم عن الامثال في علم الكلام ولكن قضية الاستعمال الامثلة في المخاطبات حتى اليومية هذا الكتاب تحديدا الذي هو على يمين العرض امامكم عنوانه where mathematics comes from يعني من اين تأتي رياضيات طيب هذا عنوان هذا الكتاب يعالج قضية ان الرياضيات تستعمل الامثلة لعل اشهر مثال نحن حينما ندرس الحساب والرياضيات للاطفال لا نبدأ بمشارة نقول له واحد زائد واحد نقول له تفاحة زائد تفاح برتقالة زائد برتقالة وهكذا تأتي له دائما بامثلة فهو في هذا الكتاب يعني يتكلم على هذه القضية كيف ان الرياضيات تعتمد على المحسوسات في تقريب المفاهيم الرياضية طيب هذا يعني يؤلف في هذا العصر قبل سنوات الامام الرازي يقول ان العقل اذا استعصى عليه شيء استعان بالحس فيتمكن منه كما في العلوم الهندسية اذا هذا المعنى الذي قدموه طبعا هم توسعوا في هذا المبحث لا شك لا ننكر جهودهم في هذا الجانب ولكن الشهاد ان الامام الرازي قرر هذه القاعدة والحقيقة ان الامام الرازي في كتاب المباحث المشرقية الذي هو اعتبر تلخيص للشفاء لابن سينة مع يعني اضافات من الامام الرازي فهذه الفكرة طرحها ابن سينة ومن قبله طرحها ابو نصر الفرابي قال انما احتجى ان تكون الاشكال الهندسية مصورة في لوح عند تعلم البراهين يعني لما تأتي حضرتك مثلا تتناول قضية مثل المثلث له زاوية قائمة فبدلا من ان تتخيل المثلث ماذا حصل معنا يعني جميعنا في المدارس يأتي لك بصورة المثلث رغم انه ربما يخبرك مجرد الاخبار هذا قد يعني من خلاله يمارس الطالب او الممارس لعلم الهندسة المسألة الهندسية والمسألة الرياضية ولكن يأتي بصورة المثلث حتى يحصل تطابق بين الحس وبين العقل يعني المعنى الذي يحاول العقل معالجته المحسوس يطابقه فيقول انما احتجى ان تكون الاشكال الهندسية مصورة في لوح عند تعلم البراهين ليشتغل بها الخيال بواسطته فلا يتشوش على العقل استفاء البرهان يعني حتى لا يتشوش عقلك يعني العقل يبدأ يفكر في شيء والخيال يعطيه صورا اخرى فالصورة الهندسية هذه المرسومة في اللوحة او المرسومة في الكراس تعالج هذه القضية ويكون الخيال مشغولا بشيء من جنس الشيء الذي يطلب برهانه فلا يعاوق ولا يمانع يعني الاماجينيشن حينئذن او الخيال يساعد الجانب المنطقي او التفكيري في العقل طيب هذه كانت مقدمة عن فكرة استعمال الامثال بشكل عام في المعارف عموما ليس فقط في علم الكلام طيب هذه احد الامثلة احد النماذج وان لم تكن في كتاب كلامي لكن لها علاقة بقضية كلامية وهي من كتاب احياء علوم الدين فللإمام الغزالي رضي الله عنه وهو يقرب مسألة او فكرة ان البشر يتفاوتون في التأمل تأمل الاسباب او الترقي من سبب الى سبب حتى الوصول الى مسبب الاسباب سبحانه وتعالى يقول فانه الضعيف يقصر نظره على الوسائط يعني ينظر الى الاسباب المباشرة والعالم الراسخ هو الذي يطلع على ان الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره سبحانه وتعالى ومثال نظر الضعيف الى حصول ضوء الشمس عقيب طلوع الشمس مثال النملة هذا والشاهد من هذا النقل يقول النملة لو خلق لها عقل وكانت على سطح قرطاص يعني على سطح ورقة وهي تنظر الى سواد الخط يتجدد يعني تأمل هذه الصورة نملة تمشي على ورقة وانت تكتب على هذه الورقة فيقول لو ان لها عقل وتطلع على هذا السواد المكتوب المرقوم او المنقوش على الورقة وهي تنظر الى السواد الخط يتجدد فتعتقد انه فعل القلم ولا تترقى في نظرها الى مشاهدة الاصابع ثم منها الى اليد ثم منها الى الارادة المحركة اليد ثم منها الى الكاتب القادر المريد ثم منها الى خالق اليد والقدرة والارادة فاكثر نظر الخلق هذا الامام الغزالي الان يربط الفكرة من النملة الى الواقع عند البشر فاكثر نظر الخلق مقصور على الاسباب القريبة السافلة مقطوع من الترقي الى مسبب الاسباب فيمثل لهذه القضية تفاوت البشر في التأمل بنملة على سطح ورقة طيب الامام الغزالي ايضا يقرب معنى ولكن في هذا المنحى يقرب معنى كلامي وهو احاطة علم الله سبحانه وتعالى بالاشياء فيقول الباري تعالى في الازل علم بوجود العالم في وقت وجوده وهذا العلم صفة واحدة مقتضاها في الازل العلم بان العالم يكون من بعد يعني سوف يأتي وعند الوجود العلم بانه كائن يعني حينما يوجد يعني علم الله سبحانه وتعالى يعلم ان العالم سوف يوجد قبل ان يوجد وبعدما يوجد يعني بعدما يصبح كائنا ايضا يتعلق به علم الباري سبحانه وتعالى وبعده العلم بانه كان وهذه الاحوال يعني قبل خلق العالم مع خلق العالم بعد خلق العالم وهذه الأحوال تتعاقب على العالم ويكون مكشوفا لله تعالى تلك الصفة وهي لم تتغير وإنما المتغير أحوال العالم فهو يريد أن يقرب هذه الفكرة يحاطت الله سبحانه وتعالى بالعالم قبل أن يوجد ومع وجوده وبعد وجوده فيقول وإيضاحه بمثال وهو أن إذا فرضنا للواحد منا علما بقدوم زيد عند طلوع الشمس وحصل له هذا العلم قبل طلوع الشمس ولم ينعدم بل بقي ولم يخلق له علم آخر عند طلوع الشمس يعني المعنى أنه إذا علم شخص منه بأن زيد سوف يأتي عند طلوع الشمس وهذا العلم لم يتغير لم يعتريه غفلة أو شيء من هذا القبيل ثم أتى وقت طلوع الشمس يعني أتى وقت قدوم زيد فهذا العلم الحقيقة لا يتجدد بل هو هو نفس العلم بأنه كان يعلم ابتداء أن زيد سوف يأتي فما حال هذا الشخص عند الطلوع أيكون عالما بقدوم زيد أو غير عالم ومحال أن يكون غير عالم لأنه قدر بقاء العلم بالقدوم عند الطلوع يعني هو ابتداء قدر بأن حينما يأتي طلوع الشمس سوف يأتي زيد وقد علم الآن الطلوع فعلا الشمس قد طلعت فيلزمه بالضرورة أن يكون عالما بقدوم زيد فلو دام عند انقضاء الطلوع فلابد أن يكون عالما الإمام الغزال يريد أن يقول إيه أن الشخص الذي كان يعلم بقدوم زيد قبل أن يأتي أو كان يعلم بقدوم زيد وقت طلوع الشمس فحينما يأتي وقت طلوع الشمس يرتبط في ذهني أيضا ماذا بأن زيد سوف يأتي فلابد أن يكون عالما بأن كان قد قدم قال فلو دام عند انقضاء الطلوع فلابد أن يكون عالما بأن كان قد قدم يعني بأن زيد قد أتى بالفعل والعلم الواحد أفاد الإحاطة بأنه سيكون وأنه كائن وأنه قد كان فهكذا ينبغي أن يفهم علم الله القديم الموجب بالإحاطة بالحوادث يعني علم الله سبحانه وتعالى الذي يحيط بالحوادث الشاهد من هذا المثال طبعا هي لغة علم الكلام ربما تكون فيها شيء من الصعوبة لكن الشاهد أن الإمام الغزالي أراد أن يقرب فكرة إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل أن تخلق أو قبل أن تأتي في الوجود قبل أن تخرج أو قبل أن تبرز من العدم إلى الوجود فأراد أن يقرب للأذهان هذه الفكرة كيف يتعلق العلم دون أن يتغير بشيء قبل حدوثه ومع حدوثه وبعد حدوثه فقرب هذا بفكرة العلم بقدوم زيد عند طلوع الشمس ثم وجود طلوع الشمس بالفعل ثم بعد أن قدم زيد عند طلوع الشمس أيضا من الإمام الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد معنى المعجزة فيقرب أيضا هذه الفكرة وهو يقول أن المعجزة وجود أو تأييد النبي بالمعجزة كأنه قيل له أنت رسولي يعني كأن هناك خطاب إلهي في المعجزة يعني إن صح التعبير مني كأنه خطاب بالحال أن الواقع كأنه يحكي عن نص إلهي أو عن خطاب إلهي مقتضى أنت رسولي فيقول الإمام الغزالي مهما علم وجه دلالة المعجزة على صدق النبي علم أن ذلك مأمون عليه هو هنا يشير إلى قضية أن الله سبحانه وتعالى محال أن يكذب عز وجل حشاه سبحانه وتعالى وذلك بأن يعرف الرسالة يعني حتى نفهم هذا المعنى ينبغي أن نعرف الرسالة ومعناها ويعرف وجه الدلالة فنقول لو تحد إنسان بين يدي ملك على جنده أنه رسول الملك إليهم وأن الملك أوجب طاعته عليهم في قسمة الأرزاق والإقطاعات فطالبوه بالبرهان هؤلاء الجنود أو هؤلاء الجند قالوا له أين برهانك على أنك رسول من هذا الملك فطالبوه بالبرهان والملك ساكت فقال أيها الملك إن كنت صادقا فيما ادعيته فصدقني بأن تقوم على سريرك ثلاث مرات على التوالي وتقعد على خلاف عادتك فقام الملك عقيبة اتماسه على التوالي ثلاث مرات ثم قعد الإمام الغزيرة يقول إذا حصل هذا حصل للحاضرين علم ضروري بأنه رسول الملك يعني إذا أتى شخص وقال أنا رسول الملك فقالوا له كيف يعني ما هو دليلك فالتفت إلى الملك وطلب منه شيئا من الأشياء التي ليست من عادة أي شخص من الأشخاص أن يطلبها من ملك يعني أن يقول شخص لملك من الملوك قم ثلاثا هذه ليست في العادة طيب هو لماذا الإمام الغزالي طرح هذه الفكرة مسألة قم ثلاثا أو غير من جلستك لأن في هذا المثال هذه المسألة نظير أن النبي يطلب من الباري سبحانه وتعالى أن يغير شيئا في نظام الكون كأن يعني يفلق البحر مثلا طيب فهو أراد أن يأتي بهذا المثال ليقرب هذه الصورة لأن بشر يطلب من الله سبحانه وتعالى أن غير نظام الكون حتى يثبت لدى الناس أني رسول من عندك فالإمام الغزالي يقرب هذه الصورة بهذا المثال حصل للحاضرين علم ضروري بأنه رسول الملك قبل أن يخطر ببالهم أن هذا الملك من عادته الإغواء أم يستحيل في حقه ذلك القضية التي كان في الأساس يناقشها بل لو قال الملك صدقت وقد جعلتك رسولا ووكيلا لعلم أنه وكيل ورسول فإذا خالف العادة بفعله كان ذلك قوله أنت رسولي يعني مجرد أن الملك قد خالف عادته يعني بحسب طلب الرسول هذا في حد ذاتي كأنه خطاب من الملك بقوله أنت رسولي فهذا المثال الحقيقة الإمام الغزالي يتكلم عن حجية المعجزة كيف تكون المعجزة حجة عن طريق هذا المثال وهذا المثال الحقيقة لم يتوقف عند الإمام الغزالي لم أقرأ هذه العبارة لكن الإمام السيف الآمدي في غاية المرام في علم الكلام تعرض إلى نفس الفكرة بمثال مشابه تماما قال وليس ذلك في ضرب المثال إلا كما لو كان بعض الملوك جالسا في ربته إلى آخر الكلام نفس الفكرة ولكن يعرضها ربما بعبارات مختلفة نوعا ما لكن يلفت انتباهكم يمكن ربما أتيت بهذا النص ولم أكتفي بمجرد الحكاية بأن السيف الآمدي أخذ هذا المعنى عن الإمام الغزالي لأنه صرح في بداية الفكرة بقوله وليس ذلك في ضرب المثال يعني وكأنه الآمدي يرى أن هناك ضرورة ما في حينما يريد أن يقرر قاعدة وهي حجية المعجزة أن يأتي أو أن يضرب مثالا لهذه الحجية فهذا بقية النقل عن الآمدي طيب هذه أيضا نماذج لي أمثلة مستعملة في العلم الكلام ولكن في بعض القضايا الدقيقة بعض القضايا المنهجية أنا ربما لأجل اختصار الوقت حتى نأتي على بقية المعالم أحكي لكم ما في هذه النصوص هذا النص الأول لشمس الدين الأصفهاني في كتاب له اسمه تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد للتوصي شمس الأصفهاني من أهل السنة والجماعة وهناك نص آخر سيأتي معنا للسيد الشريف الجرجاني في مسألة مشابهة أيضا القضية هم يتكلموا على أن الشيء ربما يكون آل للإدراك أو يكون هذا الشيء الذي هو آل للإدراك هو في ذاته المدرك والمثال الذي يستخدمه السيد الشريف الجرجاني هو مثال المراية المرآة أنت إذا نظرت إلى المرآة ماذا ترى؟ ربما ترى الصورة المنعكسة ففي هذه الحالة أنت جعلت المرآة آلة للإدراك لأنك تتأمل الصورة المرسومة في المرآة وفي هذه الحالة ينشغل ذهنك بالصورة المرسومة لا بالمرآة يعني إذا وقفت أمام المرآة وطالعت هيئتك تطالع الهيئة ولا يلتفت ذهنك بأي وجه من الوجوه إلى حال هذا المرآة أو مدى صفاء هذه المرآة أو أين صنعت أو كيف صنعت أو الخامة التي صنعت منها أو أي شيء من هذا القبيل وكل ما يعتاري انتباهك هو الهيئة المرسومة في المرآة ولكن يصح أيضا في حق المرآة أن تتأملها من حيث الجودة من حيث محل الصنع من حيث رداءة هذه المرآة أو جودة هذه المرآة صفاء المرآة قديمة أو جديدة وهكذا فأي شيء من الأشياء بهذا المثال الذي يستقدمه السيد الشريف الجورغاني وهذا بالمناسبة هذه من مخطوطة موجودة في إنجلترا هذه الرسالة غير منشورة نشر عام لكن بعض الباحثين في إنجلترا نشروها على موقع وما نقصد بالنشر العام قصة النشر المطبوع لكن هي موجودة في موقع متخصص في بعض المخطوطات الموجودة في مكتبة بودلي إن لم تخني الذاكرة في اسم المكتبة الشاهد أن سيد الشريف الجورغاني هنا استخدم المرآة كمثال الشيء قد يستعمل كوسيلة لإدراك وقد يكون هو في ذاته الشيء المدرك الشمس الأصفهاني استعمل مثال السماء أن السماء ربما أنت حينما تنظر وتطالع السماء في حالة من الأحوال يكون المنطبع في ذهنك ما الذي يجري في السماء من نجوم أو سحب أو أي مكان هو مطالع في السماء فهذا من وجه ومن جهة أخرى السماء يصح أن تكون هي الآن صارت السماء أو هذا الفضاء هو مساحة لأجل إدراكك فكأن السماء صارت هي آلة للإدراك لأنها هي المساحة التي فيها النجوم فمن يطالع نجم من النجوم أو فلك من الأفلاك لا يتطرق ذهنه إلى السماء وإنما هو صوب انتباهه كوكب المريخ مثلا طيب وفي حالة أخرى ربما ينظر إلى السماء كشيء كل لا ينظر إلى تفصيلة معينة أو إلى هيكل معين أو جزء معين فيها الشاهد أن هذا أنهم ضربوا مثال على المسائل المنهجية في التفكير يعني كما أنهم استعملوا المثالات في تقريب العقائد استعملوا المثالات في تقريب الإجراءات العقلية أو وسائل التفكير المنطقي أيضا طيب أصعب مسألة في علم الكلام الفلسفي لأن علم الكلام تطور مع الإمام الرازي ومدرسة الإمام الرازي فتناول القضايا التي يتناولها الفلاسفة ولكن من منظور كلامي فصاروا يبحثوا فيه ما معنى المكان ما معنى الزمان ما معنى البحث في القضايا الطبيعية ولكن بوجه عقلي فهذه المسألة الإمام نجم الدين الكاتبي في كتابه المفصل شرح المحصل محصل الإمام الرازي محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين هو كتاب حصل فيه كل الأفكار التي طرحت قبله في الكلام أو الفلسفة وله شرح للإمام نجم الدين الكاتبي وهذا الشرح غير مطبوع والإمام الكاتبي أول ما أتى إلى مسألة الزمان قال في مخطوطة الشرح قال مسألة الزمان مسألة النفيسة وأنا وضعت خط تحت العبارة في هذا المخطوط بالمناسبة هذا شيء يعني استطراض ولكن حتى أبين لكم أن هذه الأبحاث التراثية ينبغي أن تكون على هذا النحو من الدقة لأنه هناك مخطوطة أخرى لكتاب نفس الكتاب مفصل شرح المحصل لا توجد فيه هذه العبارة هذا استطراض عن موضوع اليوم لكن حتى أبين لكم أنه ربما حتى إذا أردنا أن نبحث قضية كهذه قد نضطر للاطلاع على مخطوطات فأنا كنت بيني وبين الشيخ نزار حمادي في تونس بعض المراسلة بخصوص هذا النص لأنه رأيته في تحقيقه لكتاب سيد بن عرف التونسي في علم الكلام ينقل نقولا من مخطوط شرح المحصل فأنا ولما وقفت على كلام نجم الدين الكاتبي مسألة الزمان مسألة نفيسة ولم أجد الشيخ نزار ينقل هذه العبارة فأرسلتها له وأرسلت له المخطوطة التي وقفت عليها فرد علي قائلا هذه العبارة توجد في النسخة التي بين يدي وأعطاني صورة المخطوطة نفس الموضع دون أن توجد فيه هذه العبارة وأنا تأكدت لصحة قراءة العبارة في هذا الموضع أنا أقدم هذا النموذج أو الكلام عن مسألة الزمان لأنه كما سيتضح لحضراتكم الآن كلام الإمام الرازي عن مسألة الزمان مسألة في غاية الصعوبة الآن من يطلع على الأبحاث الغربية المتعلقة بالفلسفة الطبيعية أو المتعلقة حتى بقضايا الإلحاد أو إثبات وجود واجب الوجود سبحانه وتعالى قضية الزمان من أصعب القضايا في الفلسفة وإلى عصرنا هذا والإمام الرازي يعبر عن هذه القضية يقول الظهر مشتمل على الأعاجيب لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغناء والفقر بل فيه ما هو أعجب من كل عجب يقول أن الزمان فيه ما هو أعجب من كل عجب وهو أن العقل لا يقوى على أن يحكم عليه بالعدم يعني العقل لا يستطيع أن يقول أنه لا زمان فإنه مجزأ مقسم بالسنة والشهر واليوم والساعة ومحكوم عليه بالزيادة والنقصان والمطابقة وكونه ماضيا ومستقبلا فهذا يجعل الإنسان لديه صعوبة أن يقول أن لا يوجد شيء اسم زمان ولكن في نفس الوقت يقول فكيف يكون معدوما ولا يمكنه لاحظ ولا يمكنه أن يحكم عليه بالوجود يعني الإنسان لا يستطيع عقلا أو يصعب عليه عقلا أن يثبت أو أن يثبت وجود الزمان يقول ولا يمكنه أن يحكم عليه بالوجود لأن الحاضر غير قابل للقسمة أنت إذا أتيت لفكرة الآن التي هي ناو كيف تقسمها اللحظة الآنية كيف تقسم فيقول ولا يمكنه أن يحكم عليه بالوجود لأن الحاضر غير قابل للقسمة والماضي إن عدم والمستقبل الذي لم يأتي عدم طب ما هو الآن فكيف يمكن الحكم عليه بالوجود فيقول الزمان هو أعجب من كل عجب لا تستطيع أن تحكم عليه بالعدم ولا تستطيع أن تحكم عليه بالوجود هذا يترجم لنا كلمة النجم الدين الكاتبي وهو ينتمي المدرسة الرازية في علم الكلام أن مسألة الزمان مسألة نفيسة طيب الإمام الرازي يقول وأما الزمان فقد حارت العقول ودارت الرؤوس في معرفته وإذا تأملت في مسألة الزمان وأحاط عقلك بما في تلك المسائل من الدقائق العميقة والمباحث الدقيقة علمت أن هذه المسألة قد بلغت إلى أقصى الغايات وأبلغ النهايات في الصعوبة والخفاء يعني هو يقر تماما بأن المسألة صعبة طيب شوف هذا النص من كتاب المطالب العالية الإمام الرازي يقال ولنختم هذا الفصل بذكر تمثيلات ذكرها الناس لتقريب ما هي تلمدة والزمان من الأفهام وهي أربعة يعني عقد جزءا من نهاية فصل في كتاب في موسوعة فلسفية وهي المطالب العالية فقط ليعرض الأمثلة المستعملة لتقريب الزمان إلى الذهن بأمثلة حسية ولعل هذا الكتاب بالمناسبة يحتاج إلى عادة تحقيق لأنه هو الإمام الرازي ذكر أربع وجوه لو لاحظتم الوجه الأول ثم الثالث الوجه الثاني غير مذكور سقط طيب ثم أتى بالوجه الرابع هناك رسالة الفقير يعمل على تحقيقها اسمها نهاية البيان في دراية الزمان سيني شرف الدين داود القيصري وهو تكلم على مثال ربما يكون هو الوجه الثاني الذي سقط من هذه النسخة لأنه أراد أن يقرب فكرة الآن فذكر قطرة المطر يعني أراد أن يقرب الآن فقال الآن بالنسبة إلى الزمان كقطرة المطر بالنسبة إلى الأمطال التي تهطل لعلكم لو لاحظتم هنا في الوجه الأول قالوا النقطة ثم شرح هذا بعض العلماء المتأخرين دخلوا في قضايا أنهم يحتاجوا إلى الكلام عن النقطة الهندسية حتى يقرب إلى الذهن العلاقة ما بين النقطة الهندسية والنقطة الزمانية التي هي الآن فإذا فهمت النقطة هندسيا فهمتها زمانيا فهمت معنى اللحظة الزمانية وهكذا طيب أنا أختم هذا المبحث تمثيلات بهذا النص لأنه علاقة بالمبحث الثاني الذي سوف يأتي معنا الإمام الرازي كان في مرحلة من المراحل في التأليف الكلامي كان متوقف فيما هي الزمان فقال واعلم أني في مباحث مشرقية واعلم أني إلى الآن ما وصلت إلى حقيقة الحق في الزمان فليكن طمعك من هذا الكتاب استقصاء القول فيما يمكن أن يقال من كل جانب يعني أنا آتي إليك بما يمكن أن يقال وأما تكلف الأجوبة الضعيفة تعصبا لقوم دون قوم ولمذهب دون مذهب فذلك مما لا أفعله في كثير من المواضع وخصوصا هذه المسألة يعني تريد مني أن أنتصر لرأي لمجرد الانتصار لن أفعل ولكن في هذا الموقف في حياته كان أو في هذا الكتاب يعني الذي ألفه في مرحلة يعني في مقتبل تأليفاته العلمية كان متوقفا فيما هي الزمان هذا ينقلنا إلى المبحث الثاني من معالم الإبداع وهو معرفة الإشكال علم قد يظن ظان أن مجرد اعتراف الإمام الرازي رحمه الله تعالى بأن مسألة الزمان صعبة وأنه إلى وقت إذن لم يحسم رأيه فيها قد يظن ظان أن هذا ليس علاقة له بالإبداع ولكن لما تتأمل هذا النص للإمام القرافي وهو كتاب في الفق ولكن أنا سأربط لك بين كتابه في قواعدة الفقهية وبين علم الكلام الآن فالإمام القرافي له عبارة بديعة وما لا أعرفه وعجزت قدرتي عنه فحظي منه معرفة إشكاله الشيء الذي لا أعلم يكفيني أن أعرف الإشكال فيه ثم قال كلمة بديعة يقول فإن معرفة الإشكال علم في نفسه وفتح من الله تعالى أن تقف على الصعب في العلم هذا في حد ذات فضل من الله سبحانه وتعالى طيب فهذا والإبداع لهم جعلوا الإشكالات جزء من العلم وليس أمرا خارجيا يعني العلم كما هو أصول وقواعد ومسائل وإشكالات فصار الإشكال جزء لا يتجزأ من أي مجال علمي طيب لماذا نقلنا هذه العبارة لإمام القرافي الإمام القرافي هو تلميذ العز بن عبد السلام والعز بن عبد السلام تلميذ من؟ الإمام السيف الآمدي فأنا أريدك أن ترى العلاقة الآن الإمام الآمدي يتكلم في علم الكلام ولكن هو شيخ العز والعز بن عبد السلام هو شيخ شهاب الدين القرافي فتأمل كيف تسلل هذه الروح العلمية من الآمدي في علم الكلام إلى القرافي في الفقه والقرافي أيضا متكلم له كتبات نقدية على الأربعين في أصول الدين للإمام الرازي يقول الإمام الآمدي في أبكار الأفكار يقول وأما الباقي يعني أتى بيتكلم في مبحث من المباحث فأتى في نهاية المبحث قال وأما الباقي يعني باقي الوجوه أو المسائل المتبقية فإشكالات مشكلة وإلزامات معضلة أو معضلة يحار العقل المنصف في الانفصال عنها يعني يقول باقي الباب عبارة عن إشكالات وأمور صعبة يحار العقل المنصف في الانفصال عنها وفي جهة حلها وغايته لزوم التعارض بينها وبين أدلة أهل الحق ووجوب الوقف في هذه المسألة أسيا بجماعة من فضلاء المتكلمين وعسى أن يكون عند غير هذا لعل يكون عند غير حل لهذه المسألة فالآمدي الذي عظم من شأن هذه القيمة أنه يكتفي في مبحث من المباحث ومجرد أن يقر الإشكال جعل تلميذ تلميذه يعني حفيده في العلم اللي هو الإمام القلافي يقرر بأن معرفة الإشكال هي في ذاتها علم وفتح من الله سبحانه وتعالى والآمدي تجد في أكثر من موضع يقول هذا موضع آخر يقول على هذا فموقع السؤال المذكور صعب جدا وعسى أن يكون عند غيري جوابه في موضع آخر هذا ما عندي في هذا الباب وعسى أن يكون عند غيري خلافه وهكذا الشايد من الأفكار الأفكار هذا هو طبع في خمس مجلدات من قطع الكبير يعني هذا كتاب موسوعي فهذا ما عندي فيه وعسى أن يكون عند غيري غيره وعليك بالاجتهاد في حل الأشكال إن أطقت يعني لاحظوا أن علماء الكلام لم يخجلوا من أن ينصوا في بعض المواضع على أنه هو كعالم في ذاته لا يصادر على بقية زملائه ولكن هو كعالم توقف في بعض المسائل أو وجدها صعبة وطرح الإشكال بشكل يؤهل لمن يأتي بعده ليأتي بالجواب لأنه لما يقول وعليك بالاجتهاد في حل الإشكال إن أطقت هذا يخلق يعني نوع من أنواع الحماسة عند القارئ لأن ربما يقول الإنسان لعلي أقف على حل هذا الإشكال فأكون قد أتيت بشيء جديد لم يأتي به صيف الآمدي فهذا في حد ذاته خلق لمساحة للفكر ولتطوير المجال لمن يأتي بعده السيد الشريف الجرجاني أو الصواب في النطق الجرجاني في شرح المواقف أيضا مع هذا النص هو نص الشرح مع المتن طيب لكن مدمج لأن هذا شرح ممزوغ فالسيد الشريف الجرجاني يأتي مع كلام العلامة الإيجي يقول وعلم أن هذا المقام مزلة للأقدام أو نعم مزلة للأقدام مضلة للأفهام وهذا غاية ما يمكن فيه من التقرير والتحرير لم نأل فيه جهدا ولم نتدخر نصحا وعليك بإعادة التفكر وإمعان التدبر والثبات عند البوارق وعدم الركون إلى أول عارض ولله العون والمنا يعني الشاهد أن هذا غاية ما وجدنا في هذا المبحث تأمل أنت يعني كمل ما لم نأتي به فهذا الشاهد أن بعض الناس الذين يهاجموا التراث ويقولوا أن علماء التراث كأنهم صادروا وقالوا وقدسوا مؤلفاتهم ووصفوا مؤلفاتهم بأنها يعني غير قابلة للنقد وغير قابلة للتطوير هم أنفسهم باعترافهم في كتبهم نصوا على أن هناك من المواضع ما تحتاج إلى تكميل لكن الشاهد أنه يعني من العلماء أو نقول من الناس من هو عالم فإذا مر بهذه القضية حاول أن يعني يكمل النقص بصورة علمية وهناك آخر ربما أتى على مواضع هي ليست إشكال في حد ذاتها ولكن لمجرد النهم للهجوم على التراث استخرجها وجعل منها يعني قضية وهي في الحقيقة لا إشكال فيها هذا آخر نص معنا ولكن هو نص مهم الحقيقة لأنه الإمام التفتزاني في شرح المقاصد أتى على معضلة في علم المنطق تسمى معضلة الجذر الأصم هو يعني اختلف العلماء في لماذا سماها الجذر الأصم القول يعني لعلق قول الراجح فيها القول للقاضي عبد النبي نجري في هذه القضية يقول أنه الجذر الأصم واستعارها من الرياضيات لأنه الجذر لو حركت تعلمون الجذر الأصم مثلا رقم اثنين لا جذر له فهو جذر أصم طيب فاستعار هذه العبارة يسمي هذه المغالطة المغالطة هي عبارة عن إيه لو قال قائل كل كلامي في هذا الآن كذب فالهذا يصدق على الكلمة في حد ذاتها أو له كل كلامي في هذا الآن كذب طب هذه الكلمة في هذا الآن هل هي كذب طيب فهذه المعضلة طيب وهذه المعضلة فيها رسائل حوالي عشر مؤلفات طبعت بالمناسبة في إيران عبارة عن مرسلات بين علماء بعضهم أهل السنة وبعضهم من غير أهل السنة مرسلات فيما بينهم لمحاولة حل هذه القضية والشيخ حسن العطار المصري شيخ الأزهر رحمه الله تعالى في بعض حواشيق نص على أن هذه المعضلة يعني تناولها العلماء وأفردوا لها أبحاثا وإلى الآن في الغرب يبحثوا نفس هذه المعضلة بالمناسبة فالسعد التفتزان يقول وهذه مغلطة تحير في حلها عقول العقلاء وفحول الأذكياء ولهذا سميتها مغلطة جذر الأصم ولقد تصفحت الأقاويل فلم أظهر بما يروي الغليل بما يروي الغليل وتأملت كثيرا فلم يظهر إلا أقل القليل لكن الصواب عندي في هذه القضية ترك الجواب والاعتراف بالعجز عن حل الإشكال يقول هذا هو الصواب عندي أنا أريد أن أربط لو تتذكروا في مقتبل الحديث ذكرنا أنه ما عند علماء الكلام ليس منفصلا عند يعني هذه الظاهرة ليست ظواهر كلامية هذه ظواهر تراثية ولكن نحن أخذناها فقط كأمثلة عند علماء الكلام لكن الحقيقة تجد كمال الدين الفارسي في أساس القواعد في وصول الفوائد هذا كتاب رياضي كتاب رياضيات حساب يعني جعل في نهاية الكتاب فصل في ذكر المسائل التي لا يمكن أن يؤتى بجواب بجواب واحدة منها أتى بمسائل رياضية ليس لها جواب ثم قال في أول هذا الفصل ولسنا ندعي فيها أن نقيم البرهان على امتناعها يعني أنا لا أدعي أنها يعني أنها ممنوعة من الحل ولكن أنا لا أستطيع أن أبرهن عليها هذا كتاب في رياضيات وإنما نقول إن لا يمكننا عملها فمن كان في قوته الوصول إليها ففي قوته ما ليس في قوتنا لعل هنا في خطأ سبق كتاب أنا كتبت وقتنا وهي قوتنا ثم ذكر أن إراد هذه المسائل لأمور أربعة يعني لماذا العلماء نصوا على المسائل الصعبة المسائل المعضلة المعضلة المسائل المشكلة لماذا نصوا عليها فذكر وجوها أربعة الوجه الأول قال تحقق مسائل يعجز المهر والحذاق عن سوقها وتوجه صوب العمل فيها يعني يقول نريد أن نشحذ همم الأذتياء ممن يأتوا بعدنا ليحاولوا حلها لأنه إذا كان أذتياء العصر لا يستطيع التوصل إليها فنحن ننص عليها ونبرزها ونظهرها حتى من يأتي بعدنا تكون قد اتضحت لديه الإشكالات في الفن السبب الثاني قال تنبيه المحاسبين عليها ليحترزوا عن التزام الجواب عند الامتحان بها يعني كانوا يستعملوا المعضلات هذه لأجل امتحان الرياضي أو المحاسب إذا استطاع أن يميزها إذن هو على دراية من العلم يعني جعلوا من المؤشرات على التبحر في مجال من المجالات قدرتك على التمييز بين المشكل وبين المحكم في الفن الثالث حث الأذكياء وأرباب القرائح المشتعلة على تبيين مسلك العمل والاجتهاد في حلها يعني ليس فقط محاولة الحل ولكن لعلهم يقدموا مسالك ويمهدوا الطريق لحلها الرابع إفحام من لم يعلم صعوبتها وتعصرها بالسؤال عنها يعني بعض الناس الذين يدعوا أنهم على دراية بالعلم فإذا دعى مدعين وقال أنا عالم في كذا وأنا متبحر تأتي له بالمعضلة أو بالمسألة المعضلة وتقول له ما رأيك فيها فإذا هجم عليها هجوما مباشرا تعرف أنه غير متخصص لأنه لو متخصص لستطاع أن يقدر هذه المسألة حجمها وهذه الحقيقة الإمام الرازي يعبر عنها هذه الحقيقة التراثية قل كل من كان أغوص نظرا وأدق فكرا وأكثر إحاطة بالأصول والفروع وأتم وقوفا على شرائط الأدلة كانت الإشكالات عنده أكثر شوف يعني الآن لما تنظر إلى العلماء الآن في الغرب المتخصصين في الفيزياء أو المتخصصين في بعض العلوم التجربية تجد في الانتروفيوز أو يعني المحاورات يأتي ويتكلم ويقول والله إحنا لدينا الآن مثلا في علم الفيزياء بعض التحديات وبعض القضايا ما زالت تحتاج منا إلى بحث وإلى نظر وإلى كذا وإلى كذا وإلى كذا فتجد ربما أكثر كلام هذا المتخصص في التحديات التي هو يحاول أن يعني يصوغ لها جوابا فهذا قرره الإمام الرازي من حوالي 800 عام يقر بأن الأكثر تبحرا أكثر إشكالات إشكالات حقيقية يعني وليست مجرد يعني تواهمات بلا شك أيضا علامة بن حجل هيتامي في ثبته قال العالم كلما ازداد علمه ازداد تحقيقه وتدقيقه واطلاعه على الخفيات ومبالغته في دفع المشتبهات فهذا أيضا تقرير لهذه القاعدة المستقرة الذي يوم طيب المعلم الثالث معنا كل رأي يخضع لآلة النقد والمراد بهذا المعلم لعل المعالم القادمة معنا يعني أكثر اختصارا من المعالم التي مرت كل رأي يخضع لآلة النقد والمراد هنا أنه علماء على غير المشهور أن علماء التراث إنما أباحوا للباحث أو للمتبحر أو للمتخصص أن يخالف رأيا مستقرا ولكن على نحو وسوف يأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ولكن من يطالع ممارسة العلماء للعلم كهذا النص لأنا كتبت سيف الدين الرازي وسيف الدين الآمد عفوا في أبكار الأفكار من يطالع هذا النص يجد أنه الإمام الآمدي يحتفل بسؤال له سؤال نقدي يخالف به الجمهور جمهور المتكلمين ممن سبقوه يقول أما الوجه الأول وإن عظمه من عظمه من الأئمة فالسؤال الوارد عليه صعب جدا ولم أجده لأحد غيره يعني لم يوجه هذا السؤال النقدي لما استقر عليه العمل قبلي إلا أنا ويرى أن هذا اكتشاف يعني أنه كونه اكتشف نقطة ضعف في الدليل الكلامي في مسألة من مسائل جعل هذا في حد ذاته أمرا يعني محتفلا به ونبه عليه أيضا في نفس الوقت قال هذا السؤال مما صعب موقعه على فحول المتكلمين والأئمة المتبحرين حتى منهم من لم يحرر فيه جوابا ومنهم من خبط بما لا يقنع به المحصلون وها نحن نذكر ما ذكروه وننبه على ما فيه يعني يقول من يعني كان قبلنا قرر أمورا معينة ونحن لدينا انتقادات وآراء نقدية حول هذه الآراء في مسألة أخرى أيضا لكن في كتاب غاية المرام قال لم أرى فيما ذكروه في مسألة المسائل قال لم أرى فيما ذكروه لإفحام الخصم كلاما مخلصا عن مغالطات ومصادرات وأقاويل منحرفات يعني الناس الذي سبحان الله يعني الآن من يأتي ويقول والله التراث أنت تحاولوا تقولوا أن التراث يعني كأنه مقدس وكذا 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 هم أنفسهم راعوا هذه القضية وكانوا لديهم التفات إلى القضايا التي تحتاج إلى تكميل ولكن نلحظ هنا أن اعترافهم بأن بعض النقاط تحتاج إلى تكميل هي التي ساعدت على بقاء هذه العلوم بمعنى أن ما هو محكم وقد تحصل استقراره خلاص انتهينا منه ونلتفت الآن إلى الإشكالات ونحاول حلها بخلاف من يقول علم الكلام فيه إشكالات طيب نهدم علم الكلام ونقرر علما جديدا هذا يفكر غير عقلاني العقلاني يقول نقبل ما تم قبوله واستقر عليه والإشكالات فقط نأتي إليها بأجوبة فالشاهد أن هذه القاعدة أنه كون علماء الكلام سمحوا لأنفسهم بأنهم ربما يعني كالإمام الآمدي هنا أن ينتقد الأراء التي تم الاستقرار عليها سابقا هذا يجعل نوع من أنواع التوسيع في الفن طيب قد يقول قائل كل رأي يخضع للنقد إذن يعني الإمام الآمدي والإمام الآمدي لأن يعني ينتقد يعني من كانوا قبله في علم الكلام إذن يحق لنا أي أحد بأي وجه من الوجوه أن ينتقد كلام العلماء الكبار والفحول من وأساطين العلماء يأتي لأي كلام ويقول والله ينا عندي سؤال نقدي لا وضع شروط لاحظوا هنا قال في في هذا النص بعد أن قال هذا السؤال مما صعب موقعه على فحول المتكلمين قال بعد هذا وها نحن نذكر ما ذكروه وننبه على ما فيه يعني إذن لم يكتفي بقوله كلامهم خطأ بل قال أنا علي سأثبت أن ما عندي مختلف إذن اجتمل كلامه على أمرين انتقاد القول السابق ببيان وجه النقد وإقامة الدليل على مذهبه هو فإذن وضعوا شرط لمخالفة الجمهور وهذا من من الإبداع الحقيقة لأنه علماء الكلام كأنهم انتبهوا ما هي إذا في أي مجال من المجالات إذا أردت أن تنتقد رأيا قد استقر عليه العمل كأن هناك استقرار أو شبه إجماع علمي في مجال من المجالات ما هو الشرط المعتبر لمن يريد أن يخرج عن هذا الرأي الذي قد حصل له شيء من الاستقرار يقول فيه جوابات المسائل البخارية جوابات المسائل البخارية عبر عن أجوبة للشكوك التي ألفها شرف الدين المسعودي على كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينة فيقول إن من خالف الجمهور في شيء لا يكفيه أن يشتغل ببيان مذهب نفسه أنت تريد أن تخالف الجمهور لا تأتي ببيان مذهب نفسك فقط ولا بد وأن يقدح في أدلة المتقدمين ويبين ما في مقدمات تلك الأدلة يعني يأتي بدليل دليل ومقدمة مقدمة ويبين ما في مقدمات تلك الأدلة من الضعف والغلط وإلا لن يقبل كلامك في مخالفة الجمهور يعني إذا أتيت لجمهور العلماء وهناك واقع علمي يحكي بأن هناك استقرار وأنت تريد أن تخالف هذا الاستقرار مجرد بيان الرأي الخاص بك لا يكفينا بل عليك أن تبين وجه الضعف في القول الذي هو الغالب طبعا كما ذكرت في بداية الحديث علماء الكلام لديهم اعتناء بالحجاج والجدال والنظار والأخذ والرد والنزاع فمن جملة المعالم الإبداع في الجدل لديهم أنه لا يكتفى بمجرد نفي مذهب الخصب يعني مثلا طائفتين أو مذهبين في العقائد بينهم خلاف فلا يكتفى بمجرد أن تقول والله أنت تعتقد كذا وأنا أعتقد كذا ودليلي كذا يقول مجرد المناقضة هذه لا تكفي قال الإمام الآمدي في غاية المرام فحاصله إنما هو راجع يعني أتى إلى رأي من الأراء المعروضة في كتب الكلام قال فحاصله إنما هو راجع إلى مناقضة الخصم في مذهبه وهو غير كاف فيما يرجع أو فيما يرجع إلى الاستقلال بتحصيل المطلوب يعني في رأي من بعض علماء الكلام طرح رأيا عارض به رأي الخصوم خصوم أهل السنة وخصوم السادة الأشاعر فقال فحاصله إنما هو راجع إلى مناقضة الخصم في مذهبه وهو غير كاف لعني لا يكتفى بمجرد مناقضة فقال لضرورة تخطئة الخصم فيما وقع مستندا له وهو من خصائص مذهبه يعني إذا أردت أن تنتقد أو تقيم الحج على الخصم لا تكتفي بمجرد أن تقول له الله أنا أخالفك ودليلي كذا بل عليك قل لضرورة تخطئة الخصم يعني تأتي بدليلك ثم تأتي بدليل خطأ المخالف ولهذا لو اعترف بخطأه فيما ذهب إليه لم يكن ما قيل مثمرا للمطلوب يعني قال يعني حتى لو وصل الأمر بأن الخصم قال لك في يعني في معرض أو في أثناء الجدل قال والله أنا أخطأت قال عليك أيضا أن تأتي بأدلة هذا الخطأ يعني أنت أثناء الجدل هو قرر رأيا رأي ألف وأنت قررت رأي باء وأتيت بدليلك فبعد أن رأى دليلك قال والله أنا أعتقد فيما تعتقد وكان في أول الأمر يقرر شيئا آخر فالإمام الآمدي قال في هذه الحالة تأتي بأدلة لإبطال المذهب الآخر الذي هو تركه يعني لو ترك الخصم مذهبه من نفسه من تلقاء نفسه واستجابة لعرضك لا تكتفي بهذا بل تأتي بأدلة تبطل بها الرأي السابق له يعني قبل أن يعتنق مذهبك الإمام التفتزاني في شرح المقاصد بعد أن عرض بعض الأدلة للمتكلمين في مبحث قال وعلم أن مذهب أصحابنا ذكر المذهب ثم انظر في الوجوه الأربعة التي هي اعتراضات من علماء الأشاعر على المعتزلة أنها على تقدير تمامها هل تفيد ذلك يعني هل تفيد تقرير المذهب وإبطال مذهب المعتزلة أم يقتصر بعضها على مجرد نفي مذهب الخصف فإذن لا يكتفى بمجرد مناقضة الخصف بل لابد من أدلة للإبطال هذا الآن أيضا من معالم الإبداع صراحة أنا كنت أحكي سيد محمد قبل البدء عن هذا النص لأنه نص أنا أحتفل به كثيرا في تأسيس التقديس لإمام الرازي قال وعلم أن إنما طولنا في الكلام على هذه الشبهة أخذ يقرر شبهة لكن تأمل كيف يصف الإمام الرازي كثرة كلامه في الشبهة يقول لأن القوم يعني المخالفين يعولون عليها ويظنون أنها حجة أنها حجة قوية قاهرة ونحن بعد أن بالغنا في تنقيحها تنقيح الشبهة وتقريرها يعني بالغ في تقرير شبهة الخصف ونحن بعد أن بالغنا في تنقيحها وتقريرها أوردنا عليها هذه الأسئلة القاهرة والاعتراضات القادحة يعني الإمام الرازي لما أراد أن يعني ينصف قولا من الأقوال القوية عند الخصوم في العقائد الذي فعله أولا أنه بالغ في تقرير شبهة الخصف ولذلك من الممكن أن يستلخ أو يستنبط من هذا قاعدة عند علماء الكلام أن من يجادل خصما من الخصوم ينبغي أن يكون على درجة أنه يقرر مذهب الخصم بأفضل من الخصم يعني بحيث أنه ربما يظن الخصم أنك معه ثم بعد أن تفعل هذا تبطل المذهب تبطل مذهبه الأمر المعلم يعني آخر قبل أن نتناول لعل هذا قبل الأخير البحث عن محل الخلاف وأشرنا إلى هذا في المقدمة أن علماء الكلام لو كان مجرد الدخول في الكلام لشغف يعني لطبيعة في يعني كأنهم مجموعة من البشر لديهم شغف وحب للنزاع لأقبلوا على كل نزاع ويتكلموا فيه لكن تجدهم في بعض كثير من المواضع يقول قبل أن نناقش علينا أن نحرر محل النزاع يعني هل يوجد نزاع أصلا بيننا وبينكم أو لا وغبما يكون كل طرف مننا يناقش نفس القضية ولكن من جهة أخرى فيقول الأمر إلى لا نزاع لأنك تتكلم في جهة لا أتكلم فيها أنا ولذلك ابن التلمساني في شرح لمع الأدلة الإمام الحرمين يقول شرط المختلفين أن يتواردوا بالنفي والإثبات على محل واحد فينفي كل واحد منهم عين ما أثبته الآخر إن لم يكن الأمر كذلك فلا خلاف يعني إن لم يكن الأمر على أنه هذا ينفي وهذا يثبت في نفس الشيء الواحد إن لم يكن الأمر كذلك فليوجد خلاف أصلا الإمام الرازي في أحد المسائل في كتاب مطابع لي هي مسألة زيادة الصفات على الذات أو يعبر عنها أحيانا مسألة غيرية الصفات الشاهد أنه يقول عن مسألة مسائل الصعبة في علم الكلام يقول أهم المهمات في هذه المسألة البحث عن محل الخلاف يعني ليس المهم تقرير قولا معينا يقول أهم المهمات هو أن نحدد ما الذي نختلف فيه ابتداء الإمام الآمدي في أبكار الأفكار أيضا في موضع يقول والحق عندي في ذلك متوقف يعني لا أستطيع أن أقول لك ما هو الحق ما هو الصابع يقول والحق عندي في ذلك متوقف على تلخيص محل النزاع ليكون التوارد بالنفي والإثبات على مجرى واحد يعني لا أستطيع أن أقول لك هذا صواب هذا خطأ إلا إذا أيقنا أني وأنت نتكلم في نفس القضية من نفس الوجه أو من نفس الحيثية السيد الشريف الجورجاني أيضا في شرح المواقف لعض الدين الإيجي ما بين القوسين هذا نص العلم الإيجي وما بينهما هو كلام السيد الشريف الجورجاني يقول واعلم أن هذه المسألة من المضاحض يعني مسائل الصعبة الوعرة التي تزلق فيها أقدام الأذهان وإن نريد أن نثبت أقدامك في هذه المسألة بإشارة خفية إلى تحرير محل النزاع ومنشأ المذاهب والحق لا يحتاجب عن طريبي بعد ذلك يعني إذا علمت وجه النزاع ساعتها علمت الحق تبين لك الحق وكأن مجرد تحليل المسألة ومعرفة ما هو موضع النزاع في حد ذاته وسيلة إلى معرفة الحق أيضا فيه مسألة من مسائل يقول ولابد قبل الشروع في الاستدلال شوف كأن هذا من الإبداع في آداب البحث يقول لابد قبل الشروع في الاستدلال قبل أن تستدل على الخصم لابد قبل الشروع في الاستدلال من تحرير محل النزاع ليتوارد النفي والإبداع على محل واحد لاحظوا كيف أن هذه القواعد عند شرف الدين التلمساني وعند السيد الشريف الجورجاني والإيجي وعند الآمدي وعند الرازي وكأن هذه كانت ثقافة عامة مستعملة لديهم في علاج القضايا المعلم الأخير أن علماء الكلام المتأخرين خصوصا لاحظوا أن هناك شيء من الجفاف شيء من إن صح التعبير حدة شيء من التجرد عن المعاني الروحية والذوقية في كتب الكلام لشدة الاحتدام بسبب النزاع والنقاش والجدل والمسائل العقلية فكما أنهم عالجوا هذه الحدة والجفاف في مسألة تقريب المعاني استخدموا الأمثال فأرادوا بعد هذا قالوا الآن المنشغل بعلم الكلام ربما يشتكي من حال قلبه حينما يخرج من علم الكلام ويريد أن يمارس العقائد ممارسة عملية فقالوا إذن علينا أن نخلق واقعا يحصل فيه اندماج بين التصوف والكلام لاحظوا أن حصل اندماج قبل هذا بين علم الكلام والفلسفة لأنهم لاحظوا أن المتكلم يحتاج إلى الخوض في قضايا يخوض فيها المتفلسف فماذا فعلوا؟ ألفوا كتبا على نحو كتب الفلسفة بنفس الترتيب بنفس القضايا ولكن يقرر الأراء الخاصة به فلما وجدوا أن هناك حاجة إلى دمج من مجال آخر دمج وهذا التلاقح بين المجالات تلاحظه الآن بل حتى تلاحظه في نطاق الشركات والمؤسسات أنه ربما تكون مؤسسة أو شركة تسير في اتجاه معين ثم تجد أنه في حالة من حالة النقص أو تحتاج إلى تكميل شيء معين فتأتي بمؤسسة أخرى لتغطي هذا الجانب فكأن علماء الكلام كلما أدركوا أن هناك جانب من الجوانب يحتاج إلى دمج مجال آخر يدمج هذا المجال فمن أمثلة هذا شرح عقيدة الإمام الغزالي لسيدي أحمد زروق وهذا طبع حضر سيدنا الشيخ الدكتور محمد عبد القادر النصار الذي قام بتحقيقه فهذه بعض النصوص للشيخ زروق أنا أريدك أن تتأمل كيف الشيخ زروق كيف انتخب وضمن التصوف في البحث الكلامي أو التقرير الكلامي ففي مسألة مسائل هي نفي الحلول والاتحاد عن الله تبارك وتعالى ثم قال رضي الله عنه ما بين القوسين هو كلام الإمام الغزالي وأنه لا يحل في شيء ولا يحل في شيء وأتى بعد هذا الإمام الشيخ زروق يعني أنه لا يصح في وصفه تعالى أن يكون حالا في شيء يقرر الكلام القاعدة الكلامية أو المسألة العقدية ثم تجد بعد أن قرر هذا وأتى بنصوص تأتي في آخر فقرة في هذا المبحث قال وقد قال الجليد رحمه الله تأمل بدأ بكلام الإمام الغزالي وأتى بكلام الكلامي يعني تأمل هنا في السابق وأنه لا يصح في وصفه تعالى أن يكون حالا في شيء ولا محلا له لأن الحال في شيء محصور به والمحل له ظرف لوجوده الكلام هنا كلام عقلي ظرف ومحل ويعالج هذه القضية بنحو العقلي فيأتي في نهاية هذا البحث ثم يقول وقد قال الجليد رحمه الله متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى بمن له شبيه ونظير أمثال المخلوقات هيهات هذا ظن عجيب إلا بما لطفا لطيف من حيث لا دركا أو بما لطفا لطيف من حيث لا دركا ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة اليقين تحقيق الإيمان سيدنا الشيخ نصار قال في هذه الحاشية يعني المراد هنا أن الاتصال الوحيد الذي يريده سيدنا الإمام الجنيد بين العبد وربه سبحانه وتعالى هو اتصال العناية يعني يكون مشمول بعناية الله سبحانه وتعالى وإلا فلا يوجد اتصال من حيث الذوات فإذن المام زروق سيد الشيخ زروق بدأ المبحث بكلام عقلي وأنهاه بنقل عن الإمام الجنيد تلحظ بعد هذا نص آخر يقول بل لم يزل في نعوت جلاله منزها عن الزوال إذ لا يلحقه نقص ولا حدوث ولا يدركه عارض ولا معارض صفاته قديمة كذاته وذاته قديمة كصفاته وجلاله وعظمته لازمان لذاته لا يبلقه صفته الواصفون إلى آخر الكلام ثم تجد بعد هذا التقرير يقول ولله ضر الحسين بمنصور يعني سيدنا الإمام الحلاج والشيخ زروق هنا فعل شيء في غاية الذكاء ليه؟ هو في نفس الوقت يعني في حين أنه عالج الجفاف في كلام بنص صوفي أتى بنص لعالم أو لعارف صوفي اختلف على شأنه ولكن سيدنا الإمام الحلاج هو من أهل الرسالة الرسالة القشيرية من رجال الرسالة القشيرية فإذا هو عند السادة الصوفية مقبول لكن ربما عند بعض علماء الكلام ربما يجد عنده إشكالات فهو ماذا فعل؟ أتى بنص لسيد الحلاج هذا النص لا إشكال فيه يعني لا يختلف عليه أحد فماذا فعل؟ كأنه يقول إذا أردت أن تعرف الحلاج اعرف الحلاج من هذه النصوص هذه النصوص المحكمة التي لا إشكال فيها ولا توهم في فهمها قال والله ضر الحسين المنصور حيث قال ألزم الكل يعني الله سبحانه وتعالى ألزم الكل الحدث يعني كنوا مخلوق يعني كن هذا الكل مخلوق الكل معنى كل ما عاد الله سبحانه وتعالى ألزم الكل الحدث لأن القدم له فالذي بالجسم ظهوره فالعرض يلزمه والذي بالأداة اجتماعه فقواها تمسقه والذي يؤلفه وقت يفرقه وقت والذي يقيمه غيره فالضرورة تمسه إلى آخر الكلام في نعتي ووصفي أو توصيف المخلوق بأنه في حالة فقر واحتياج واقترار دائم إلى الله سبحانه وتعالى وبعد أن يأتي هذا القلوة هو عجيب جامع المعاني جامع المعاني معاني التنزيه وحقائق التوحيد أتى بنص للحلاج لأنه يجمع معاني التنزيه قد يظن ظان حينما يسمع كلام آخر لسيد الحلاج يظن أنه في بعض الأحوال التي كانت يمر بها رضي الله تعالى عنه أنه يقول بالحلول أو يقول بالاتحاد فهنا أتى بنص للحلاج يقرر التنزيه وتوحيد الباري سبحانه وتعالى ونفي الحلول ونفي الاتحاد فمن جهة عالج الجانب الجاف في الكلام ومن جهة أخرى قرب المسافة بين السادة الصوفية وعلماء الكلام النص الأخير من هذا الموضع الأخير من هذا الكتاب قال وإتماما للنعيم بالنظر إلى وجه الكريم يعني أتكلم في مسألة رؤية الباري سبحانه وتعالى سيدنا الشيخ ظروق فأتى بشرحها تجد أنه في نهاية في أثناء الشرح يقول قال في حكم ابن عطاء الله ثم تكلم في مسألة أخرى قال والوجه في حق تعالى مما اختلف فيه بالتأويل والتفويد بعد نفي الوجه المحال من الحد والكيف هذه العبارات عبارات كلامية الحد والكيف والتأويل والتفويد ثم تجد في بعد أن تكلم على هذه القضايا قال في نهاية الأمر وسئل سهل ابن عبد الله رضي الله عنه عن ذات الله تعالى فقال موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول وتراه العيون في العقبة ظاهر في ملكه وقدرته وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته إلى آخر الكلام إلى قوله انتهى ثم تأمل قول سيدنا الشيخ ظروق فقول وإنما أخرته لهذا المحل لأنه جامع لمعاني ما ذكر في الترجمة يعني في مسألة الإمام الغزالي فكأن هذا هذه العبارة الشيخ ظروق حكى فيها عن منهجه يقرر كل مسألة كلامية في هذا الكتاب شرح حقيقة الإمام الغزالي ثم يجعل ختام ولباب وجميع المعاني تجمع في نص صوفي مرة للإمام الجنيد مرة لسيدنا الإمام الحلاق مرة لسيدنا سهل لابن عبد الله وهكذا فهذا الانتخاب لأنه كان أمامه مجموعة من النصوص كثيرة وإنما انتخب كل نص بحسب بحسب الحال وأطاعم البحث الكلام بهذه بهذه النصوص أختم بعرض هلاف هذا الكتاب لأنه له علاقة نوعا ما بالذي تكلمنا فيه في هذا في هذا اللقاء وهو كتاب معالم الأصالة والإبداع في الشروح والتعاليق العلمية المتأخرة أعمال شمس الدين الخفري لجورج صليبة يعني هذا الكتاب جورج صليبة الدكتور جورج صليبة فيه يعالج قضية شائعة عند بعض الناس في عصرنا أن علماء المتأخرين أصحاب الحواشي أو منذ أن نشأت الحواشي صار كل الكلام فيها عبارة عن copy and paste يعني مجرد قص ولسق فجورج صليبة تحدى هذه الفكرة وقال بل ربما تجد فيه الحواشي اكتشافات لا توجد أصلا في المتون أو في الكتب التي ألفت رأسا لأن الحاشية ألفت في مرتبة ثالثة أو رابعة وحاشية الخفري التي أشار إليها في كتابه أتت في مرحلة رابعة والاكتشافات اكتشافات فلكية فأتى باكتشاف فلكي في حاشية يعني بعد أن ألف المتن والشرح والحاشية الأولى ثم الحاشية الثانية التي هي على الحاشية الأولى أتى باكتشاف فلكي فالدكتور جورج صليبة أتى بهذا الكتاب أو يعني بأعمال الخفري كنموذج إلى أن الإبداع أو الأصالة قد توجد في الحواشي كما كانت توجد قديما في الكتب التي كانت تؤلف رأسا كالمتون ونحوها يعني أنا أشكركم على حسن استماعكم أنا يعني أعلم لعلي قتلت عليكم الحديث حاولت قدر الإمكان أن آتي به نماذج متعددة لمعالم الإبداع ربما يتفق بعضكم معي أو يختلف هل هي إبداع أو لا لكن لعلنا نتفق على أنها من معاني الأصالة يعني هناك بعض المحاور قد نختلف هل هي من معالم الإبداع أو لا ولكن لعلنا نتفق جميعا أن كل هذه المعالم سواء كانت معالم إبداع أو لا هي معالم أصالة في حد ذاتها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في عرضها هذا الإيميل من أراد أن يتواصل مع الفقير والعلي كنا الآن في فقرة للأسئلة والأجوبة جزاكم الله خير كانت جولة فكرية جميلة حقيقة سؤالي يا سيدي أحمد متعلق ب ما ذكرتمه في معظم المباحث عبارة عن أمثلة وبعضها من بطون بطون الكتب متى نستطيع أن نقول أن هذه منهجية وليست حالات فردية يعني فعلا كانت منهج أصيل في طريق الكتابة هؤلاء العلماء المتقدمين الأفاضل جزاكم الله خير بالنسبة ل عندي سؤالين السؤال الأول ما تفضلتم ببيانه من كلام العلماء سواء ما ذكرتموه الآن من متوق متفرقة تتعلق بأداب الجدل والمناظرة أو ما خصصه بعض العلماء في السابق من السلف في كتب متخصصة في أداب أيضا المناظرة والجدل نفتقده اليوم كثير في العالم العربي في الأدبيات العربية لا نجد مثل هذه الأداب موضحة على عكس مثلا اليوم في العالم الغربي تجد كثير من الكتب تبسط أسلوب المجادلة والجدل والنقاش حتى في المدارس على مستوى الأطفال يدربوا من صغرهم على كيفية الحوار وكيفية الجدل وكيفية إثبات الرأي وضحض رأي الآخر إلى آخره اليوم غير موجود في الأدبيات العربية ويمكن هذا يكون سبب غياب الأسلوب الصحيح في النقاش سواء حتى من أهل العلم أسلوبهم في ضحض الخصم يعني جدا غير مقبول في كثير من الأحيان إلا من رحم الله أو حتى من ينتقد على العلماء ومن ينتقد على غيرهم يمشوا بقواعد غير علمية وغير منهجية وغير متفقة مع أي أدب فإحنا بحاجة ما أدري إذا أنتم أو يعني غيركم من العلماء أيضا جزاكم الله خير تهتموا بمسألة يعني وضع قواعد ووضع كتب حديثة في أداب المناظر أو أداب الجدل ومبسطة يستطيع اليوم الشاب أن يقرأها يفهمها يستوعبها قابلة على التدريب في الجامعات والمدارس إلى آخره هذا سؤال السؤال الثاني أو هذه مداخلة أحيانا بعض العلماء نجد أنهم يكتفون بضحض أو نفي حجة الخصم دون إظهار مذهبهم في الكلام كما يفعل الإمام الغزالي في تهافة الفلاسفة فما أدري كيف رأيكم في هذه المسألة يعني ما مدى القوة في هذا الموضوع وما مدى مناسبة في عصرنا اليوم هل بالإمكان أن نكتفي فقط بضحض حجة الخصم ونفي مذهبه يعني العلاقة بين نفي مذهب الخصب وإثمات المذهب بشكل عام إذا تفضلتم القائد وعليه شكرا الله بارك فيكم لاحظت من خلال كلام حضرتك تبغل إلى زهني الفرق ما بين تعريف الإسلام والإيمان وفي الإيمان يعني في بداية تقديم عرض حضرتك كان فيه اللي هو التخيل فطبعا الإيمان هي أشياء كلها غير محسوسة تختلف عن الإسلام اللي هي كلها أشياء محسوسة فأحيانا يقابل الوالدين بأسئلة من الأبناء عن الوحي الكتب السماوية الرسل كلها أشياء غير محسوسة فهل فيه الأفحاس أو التراث الإسلامي ما يشجع هذا التخيل عند الأطفال وتنميته بالطريقة الصحيحة شكراً على هذا المحاضرة الماتعة المتنوعة لات الأصناف المتعددة التي تنم من صاحبها ما شاء الله جاء بجولة في كتب التراث ممتازة حصوصاً في علم الكلام وليح على ما قالته الأخت بحاجة ماسة حصوصاً نحن كعرب إلى معرفة آليات الحوار وغرصها في النشأ عندي بس بعض الشكالات ما أدريها المحاضر موضوع الغزالي موضوع الغزالي المثال الذي استخدمتمه ما أدري هل هو هل ما وجدتم مثالاً غيره أم اضطرتهم إليه أم لأنه يجيب شبه أكثر مما يجيب مسألة وإجاب مسألة شائكة جداً موضوع أنه غرص الشبه أكثر مما وضح تذكرون المثال في قضية العلم لا المعجزة في قضية المعجزة أنه غرص غرص فينا شبه بدل من يحل إشكال فنحن بحاجة إلى حل الإشكالات قبل غرص الشبه لأنك مثلاً الرجل يقول رب قم وتحرك وجلس هذا أقرب مسلسلة أو شيء من هذا القبيل ما أدري هل وجدتم مثال غير هذا أم جئتم بهذا قصداً فإذا كنتم جئتم به قصداً فالأولى أنكم تأتمنى بمثال آخر وأعتذر وشكراً بارك الله سلامكم الله رجال سأبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بترتيب الأسئلة السؤال الأول كان له علاقة هل هذه المقول التي أتينا بها في هذا العرض هل هي مجرد حالات فردية أم هي منهجية لعلي أنا حاولت قدر الإمكان أن أعالج هذه القضية بأن أأتي بنصوص متنوعة يعني لا أكتفي بالإمام الآمدي أو الإمام الرازي أو الإمام الغزالي هو لا شك أن كل واحد منهم كانت تبرز لدي شيء معين بمعنى أنه ربما نعم تجد تفاوت مثلاً في الآلة النقدية عند السيف الآمدي عن غيره وسيدنا العز بن عبد السلام كان يصف السيف الآمدي يقول لو أن متزندق ظهر لأهل الإسلام ما تعين لمناظرته إلا السيف الآمدي يعني لو تأملنا هذه العبارة وقال لم يقل ما صلحة ونما قال ما تعين يعني أصبح أنه لو أتى متزندق أو صاحب شبهة أو ملحد ليطعم في قواعد الدين صار الذي يجب أن يواجهه هو هو الإمام الآمدي فالإمام الآمدي الحقيقة يعني المتتبع لكتاباته يجد مسألة الآلة النقدية الداخلية بمعنى الإمام الرازي كان له طريقة أنه عرفت عنه أنه كثير الإتيان بالشبهات في كتب الكلام وكأن اللسان حال الإمام الرازي سوف أقوم بعملية يعني تجديد نقدي للمذهب عن طريق شبهات الخصوم إذن تجديد من الخارج إلى الداخل أما الإمام الآمدي فكان عنده ولع بنقد الأراء التي أرأ أصحاب المذهب فكأنه عنده نهم تجديدي بالنقد من الداخل إلى الخارج يعني كأنه الوسيلة لتقوية المذهب أمام شبهات المخالفين عن طريق غربلة أراء المذهب بابتداء وأدلة المذهب بابتداء الإمام الرازي الوسيلة لدفع شبهات الخصوم هي أن نكون لدينا ملكة حقيقية على تقرير مذهب الخصم قبل أن نجيب عن أرائه فالشاهد أنه هي ليست حالات فردية لكن نقول أن هناك تمييز بين عالم وآخر في بعض هذه الجوانب مسألة النظار والمجادلة في الواقع المعاصر هو الحقيقة يعني المشاهد لأحوال مثلا لا أقول الجامعات الغربية حتى المدارس يعني كثير من المدارس يعني خلال يعني معيشة معيشتي في أمريكا بعض المدارس أو كثير من المدارس الحقيقة فيها ما يعرف به ديبيت كلاب يعني نادي النظار والجدل ويدرب الطلاب على يعني على النقاش والجدل وبأداب معينة وربما يقام بين المدارس مسابقات جدلية ويأتي محكمين ل يعني الحكم بين كل فريق وفريق آخر بل حتى صنعوا بعض الأفلام لكلام عن هذه القضية يعني دانزل واشنطن له فيلم يناقش أنه عبارة عن مدرس وأتى لمدرسة من المدارس وبدأ أنه يتبنى مجموعة من الطلاب على طريقة الجدل وهم كانوا عندهم ضعف علمي في هذه المدرسة فأخذ مجموعة من الطلاب يعتريهم شيء من الضعف الأكاديمي وصنع منهم فريقا فائزا في المسابقات في أمريكا في مسألة الجدل يعني ينبغي أن يكون من النشأ الحقيقة قبل أن يصل إلى الجامع يعني حينما يصل إلى الجامع هو في سن صراحة اكتساب فيه المهارات الحياتية بيكون كثير صعب مما لو اكتسب هذا أصلا هذه الثقافة من النشأ المدرسية وبالمناسبة مسألة ثقافة النظار والجدل والحجاج كانت معروفة حتى في طرق الإقراء يعني طرق الإقراء المشهورة عند العلماء هي قراءة الضبط والتحقيق قراءة الضبط والقراءة الأخرى هي قراءة التحقيق قراءة الضبط هي اعتني بها بضبط الألفاظ والروايات وتصحيح المتن وتصحيح العبارات قراءة التحقيق هو أن يقرأ المتن على الشيخ ولكن مع الدخول في الأدلة أدلة المتن القاضي عياض في مشيخة في مشيخة يعني تكلم فيه عن الشياخي الذين أخذوا أخذ عنهم فقال يأتي في بعض التراجم يقول الشيخ فلان يذكر اسم الشيخ يقول قرأت عليه كتاب المدونة قراءة مناظرة يعني شيخ جلسه وقال له ناظرني في الكتاب فنشأ القاضي عياض على أن يضبط المدونة مع شيخ وعلى أن يحقق ما في المدونة على شيخ وعلى أن يناظر ما في المدونة على شيخ ولذلك ألف بعد هذا كتاب لم يؤلف المذب المالكي مثل تنبيهات المستنبطة على المدونة لم يأتي في المذب المالكي مثل لأنه نشأ في مالكيته إن صاح التعبير على هذه المناحي الثلاثة ونحن في هذا العص صراحة كليات الدعوة هي أكثر الكليات التي بحاجة إلى مسألة هذا الجدل فرابي يقول أن مسؤولية جدل من هو خارج الفن يعني مثلا فقيه أتاه شخص أديب أو فيلسوف أو إعلامي وأراد هذا الإعلامي أن يغالط أو يغلط في مسألة فقهية فالفرابي يقول ليس من شأن الفقيه من حيث هو فقيه أن يجادل من هو ليس من أهل فنه وطبعا لم يقول فقيه تكلم بشكل عام وإنما الذي يجادل هذا النموذج إما شخص جدلي يعني وظيفة الجدل يعني إعلامي آخر يتبنى فكرة الرأي الصواب أو فقيه ولكن هو فقيه وفيلسوف في نفس الوقت يعني فقيه وجدلي فإذن كانوا يفرقوا قديما بين المتخصص المحض وبين المتخصص الجدلي طيب مسألة كتاب تهافت الفلاسفة وهل يكتفى بمجرد النقد يعني ينبغي هنا لابد أن أشير إلى الفعالية التي أقامتها مؤسسة طابة في مصر يعني قبل أسبوعين تقريبا أو شيء من هذا وكان يعني استضيف فيها دكتور إيريك فان لت من جامعة ييل وكان الحديث عنها عن إسهامات علماء أهل السنة والجماعة من الأشعر والمتوريدية في خدمة كتاب تهافت الفلاسفة تكلم فيها عن الحواشي يعني الكتابات التي ألفت على تهافت الفلاسفة ككتاب مثلا علاء الدين الطوسي ككتاب خوجزادة حاشية ابن كمال باشا وهذه بعض المؤلفات ربما لا تشتهر في العالم العربي فتكلم عن هذه القضية وكان البيان الذي تقدم بشرح في المحاضرة بأن تهافت الفلاسفة كان الغرض منه هو أن يفتح كأنه دعوة مستترة إلى اشتغال المتكلمين بالفلسفة لأننا لو واحظنا بعد الإمام الغزالي وإن صارت مدة لا ينتبه لكتاب تهافت الفلاسفة ولكن بعد الإمام الغزالي من أتى بعده؟ الإمام الرازي تجد الإمام الغزالي ألف تهافت الفلاسفة تأتي تنظر الإمام الرازي ألف المباحث المشرقية والمطالب العالية ومحصل أفكار المتقدمين ومتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين يعني أصبح هناك كأن الإمام الغزالي لما نقد الفلسفة شرعنا للمتكلم لأن يخوض في الفلسفة فكأنه بكتابة نقدية فتح بابا لتفلسف المتكلم يعني يؤلف المتكلم في القضايا الفلسفية على أنه قد قرر العقيدة في الاقتصاد في الاعتقاد فحينما يتناول الكتابات في تهافت الفلاسفة مجرد النقد هو كأنه يحيل يقول البناء حصله من الاقتصاد وأما إقصاد في الاعتقاد وأما الجانب الهدم الذي هو هدم ماذا بالخص فحصله من تهافت الفلاسفة هذا ما يظهر للفقير يعني السؤال متعلق بمسألة الخيال والعلاج هذا الأمر عند الأطفال صراحة هذا سؤال عظيم صراحة لأنه من القضايا التي فيها إشكال كبير وإذا أردت أن أتكلم بشيء من الصراحة الآن نحن فيه نوع من أنواع الأزمة لماذا؟ لأنه الطيار السلفي أو التابع ليتبع بأراء ابن تيمية في العقائد هو طيار يقع فيه تشبيه الذات الإلهية فالآن هذا الفكر من جهة خطأ لأنه يقع فيه تجسيم يعني يجسم الذات الإلهية ولكن من جهة أخرى يكون أقرب إلى بعض الأذهان عما لو قلت للطفل الله سبحانه وتعالى خارج عن الزمان لأن الزمان معناه التغير والله سبحانه وتعالى لا يتغير هو لا يتعرض إلى هذه القضايا فيكون كلامه أقرب إلى الذهن نوعا ما والمشهور عند بعض أوصاء في بعض الدوائر العلمية وحتى بعض المشايخ الذين قدموا المذهب الأشعاري في صورة جديدة في هذا العصر اعتنوا فقط بمذهبين معلش أن أدخل في مسألة خصية لكن سأعود إلى الجنب العام تعرضوا إلى مذهبين مذهب التأويل ومذهب التفويض ولكن هناك مذهبا ثالثا عند السادة الأشعرة الذي هو مذهب الشيخ الأشعاري نفسه شيخ المذهب ومذهب الإمام بيهقي ومذهب إمام بن عساكر ومذهب محدثي الأشعرة سريعا حينما نمر مثلا بآية من الآيات ك يضو الله فوق أيديهم مثلا طيب السادة الأشعرة الرأي المشهور عند المعاصرين فقط هو أن يقول في هذه الآية نحن نؤول أو نفوض والذي يجمع التأويل والتفويد معنا هو التنزيه يعني كلا المذهبين أو كلا الممكن نقول أنها آلة كلا الآلتين تصنع لنا أو تخدمنا في أمر هو أن نصرف المعنى الظاهر يعني يد الضيفة وقائديهم ليست يد جارحة طيب فإذا صرفنا المعنى الظاهر هذا هو التفويد يكتفي بهذا التأويل يقول خلاص بعد أن صرفنا المعنى الظاهر نعين معنا آخر ولا نترك الأمر مجمل هكذا فنقول يد الله فوق أيديهم معناها التأييد فإذا هو بعد أن نفى صرف الظاهر قال معنا الآية التأييد هناك مذهب آخر عند أهل السنة والجماعة من السادة الأشعرة كما ذكر الإيجي في المواقف وحكى قال أنه ماذا بالشيخ الأشعاري وبالنظر لكتاب الأسماء والصفات الإمام البيهقي وكتاب الاعتقاد المبيهقي والحافظ بن عساكر والإمام القشيري من السادة الأشعرة ومن السادة الصوفية يقول أن الله سبحانه وتعالى له صفة اسمها يد فإذا ما الفرق بين هذا وبين ابن تيمية الذي يقول أن اليد آلة هكذا يقول ابن تيمية في كتاب التدمرية يقول الله سبحانه وتعالى يتصف باليد لأنها آلة الفعلي بخلاف الطحال والكبد فإنها صفة نقص ده كلام ابن تيمية تكسيم يعني يعني وصل الأمر أنه يحتاج إلى أن ينفي عن الله الطحال والكبد طيب فإذا ما الفرق بين الرأي الأشعاري عند البيهقي مثلا وعند ابن تيمية أن الرأي الأشعاري يقول أن الاشتراك مجرد في اللظ يعني مجرد أن الله سبحانه وتعالى عنده وصفة اسمها يد لا علاقة لها بكل ما تراه ولا كل ما يأتي في ذهنك فيثبت صفة اسمها يد ثم ينفي الكيفية يقول ليست من الأشياء التي لها مقدار أو لها هيئة أو لها صفة شكلية وإنما هي أمر يعني كأنه يثبت على أنها أمر معنوي لا على أنها شيء مادي أو حسي لكن له صفة اسمها يد والشيخ القشير يقول أن الله سبحانه وتعالى أضاف لها خلقا مخصوصا وهو خلق سيدنا آدم عليه السلام فيقول نثبت الصفة وننفي الكيف يعني ننفي كنها جارحة أو جسم أو أي شيء يقول إلى الجسمية ثم بعد أن يثبت الصفة وينفي الكيف يفوض المعنى لا أعلم عنها غير الإسم غير العنوان الفرق بين هذا وبين ابن تيمية ابن تيمية يقول أثبت الصفة وأفهم المعنى وأفوض الكيف يعني أثبت أن لله سبحانه وتعالى والعياذ بالله وحشاه جل وعلا أن لله سبحانه وتعالى كيفا ولذلك تجد في كتب أتباعه حينما يريد أن يشرح هذه القضية يقول الله سبحانه وتعالى له صفاته صفاته عين كالقدم واليدي وكذا قال ونظيرها أجزاء وأبعاض لنا هذا أتباع هذا المذهب يقولون كده يعني وحشى الله سبحانه وتعالى أن تكون صفاته لها نظير يعني هو يقول ونظير وذلك يكره كلمة يعني أو طعن في مسألة التشبيه يقول التشبيه ممكن أما التمثيل لا نحن لا نمثل ولكن نقول بالتشبيه لا إشكال فإذن أنا أحكي كل هذا لماذا لأنه يعتاري المذهب الأشعاري هنا في مسألة تربية النشئ في الواقع المعاصر إنك إذا صدرت للطفل الصغير مسألة التأويل والتفويد مش هيفهمها طيب هو يحتاج إلى جانب حسي نوعا ما ولذلك الإمام التفتازاني في شرح المقاصد أشار إلى أن هذه الآيات التي فيها تشبيه التي فيها لا أقول تشبيه التي فيها تقريب لبعض المعاني المتعلقة بالذات الإلهية بأشياء محسوسة يعني قرب لهم معنى التأييد والنصر بقوله تعالى يد الله فوق أيديه قرب لهم معنى المن والرزق وسعة الإنفاق بقوله بل يده مبسوطتان فقرب هاهنا المعنى هذا الجانب التخصصي جانب العامي الإمام الحارث المحاسبي له كتاب اسمه التواهم اسمه التواهم والكتاب هو في الحقيقة عبارة عن دعوة للشخص أنه يخوض غمار اليوم الآخر فيتخيل أنه حصل له كذا ويتخيل أنه حصل كذا ويتخيل أنه حصل كذا وفيه يعني لغة فيها شيء من الحوار يعني لا أقول هي لغة تحاورية كاملة لكن فيها شيء من التحاور فيقرب العقيدة فيه اليوم الآخر بشيء من الحوار والحقيقة بأنه علم الكلام ليس من شأنه تربية النشأ يعني تربية النشأ على العقائد الحقة هي من شأن السادة الصوفية هذا رأيي يعني قد يختلف معي شخص في هذه القضية لكن السادة الصوفية هم الذين يقربون العقائد لماذا؟ لأنه يجعل العلاقة بينه بين الخالق سبحانه وتعالى علاقة شخصية يعني عند السادة الصوفية ما يعرف بالتفسير الإشاري تفسير الإشاري هذا كل عارف يعني ممن ألفه بالتفسير الإشاري يأتي على كل آية من الآيات ويتعرض إلى إشارة كأنها تدبر يعني كتدبرات شيخ الشعراوي مثلا في الواقع المعاصر يأتي به كأن الآية خاطبه فماذا فعل؟ جعل أن العلاقة كأن التفسير الإشاري ده كان عبارة عن منتج منتج لإيه؟ للعلاقة الشخصية بينه كعارف بالله وبين القرآن الكريم فأنتج مؤلفا كاملا هو عبارة عن إشارات إلهية كأن كل آية خاطبه فإذا أردنا أن نسلو كمسلك نحتاج إلى تجديد ما قدمه السادة الصوفية في كتب العقائد وبالمناسبة كتاب الإمام الغزالي إحياء علوم الدين الآن في مشروع يشارك فيه الشيخ حمزة يوسف في أمريكا هو عبارة عن تحويل هذا الكتاب إلى كتب للطلاب في الابتدائي بصور وكتابات سهلة ومع الكتاب الذي هو للطفل كتاب للأب أو الأم أو المدرس يعني كأنه كتاب مساعد هذا كتاب للمدرس وكتاب للأطفال وجعل قلب إحياء علوم الدين إلى كأنه في صورة كتاب مدرسي فيه صور ومحاورات ولغة سهلة فلاحظ هنا أن الشيخ حمزة يوسف راحل لإحياء علوم الدين يعني لم يذهب إلى الكتب الجامدة الجافة راحل الكتاب الذي فيه الإمام الغزالي يتكلم فيه عن النملة التي تسير على كتاب إحياء علوم الدين كل أمثلة كل أمثلة تقريب كل القضايا التي تناولها بأمثلة فالشاهد أن السادة الصوفية لو استطعنا أن نركز جهودنا على تجديد ما لديهم في هذا النحو من جهة الأمثال من جهة المحاورات أو التحاور في تقديم المعلومة وهنا يعني بعض المشايخ له عبارة جميلة يقول درس العقيدة غير غرس العقيدة يعني الدرس الجانب الأكاديمي البحث شيء وغرس العقيدة على نحو تنشئة الأطفال أمر آخر وفي هذا الكتاب شرح عقيدة الإمام الغزالي الذي عرضت أجزاء أو مواضعا منه في نهاية هذا الفصل الشيخ زروق شرح مبحث ذكروا الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين هو عبارة عن عنوانه عن تنشئة الأطفال أو هكذا قال عن تنشئة الأطفال على العقائد الحقة فالإمام الغزالي فيه هذا الكتاب حتى وضع بعض المعالم هذا مجال صراحة يحتاج إلى بسط كبير آخر سؤال بخصوص المثال المتعلق بالمعجزة وأن الرسول الملك في هذه الحالة يقول له قم ثلاثا أو شيء من هذا القبيل هو الحقيقة لا هو الإمام الغزالي له أمثلة أخرى أنا أتيت بهذا المثال لأن هذا المثال هو المشهور في كتب الكلام يعني كما أشرت في العرض أتيت بنص العلامة الآمدي سيف الدين الآمدي وقد أتى بنفس المثال وقال بل مهد وقدم لهذا المثال ووطأ له بقوله ولنا أو إذا أردنا أن نضرب مثال عبارة كهذه فأشار أنه يضرب مثال وهو الشاهد أنه لعلهم في وقد نص الحافظ بن حجر في فتح الباري لا عفوا العلامة بن بطال في شرح صحيح البخاري بن بطال المالكي نص في شرح حديث من الأحاديث أنه ربما يستعان بالأمر المستكرة في ضرب المثال لتقريب المعنى وأنه لا إشكال فيه يعني وإن أتى بالأمر المستكرة هذا نص عليه العلامة بن بطال في الفقيه المالكي في شرح في شرح صحيح البخاري فلعل الإمام الغزالي استند إلى هذه كأن هذه القاعدة كانت متقاررة عنده أنه لا إشكال في الأمر المستكرة يعني كأن هذا فيه إقرار لقول سعادتكم بأنه الأمر فيه شيء من الاستقراه ولكن لأنه غلبة الغاية عليه هو تقريب المثال طبعا لا شك أنه أنا يعنيني هنا في هذا الجانب لا نقاش المسألة ولا نقاش المثال في حد ذاته وإنما الإشارة إلى أنهم استعملوا في حد ذاته يعني استعملوا الأمثلة في حد ذاتها هذا ما يظهر لي شكرا لكم جزاكم الله خيرا على هذا الطرح وهذا الإجابة على الأسئلة ونشكر لكم جميعا حضوركم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم شكرا شكرا جزيلا شكرا لكم